أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هندرس إن شاء الله مع بعض الدرس الثاني من المفهومة الثالث الطاقة والتصادم الفصل الدراس الأول تابعوني على قناة العلم فكر يقود معاز دراجته بفرعة عالية يعني معاز بيسوء الدراجة بتاعته بسرعة عالية وأثناء سيره في الطريق لم يلاحظ وجود صندوق قمامة معدني فارغ في طريقه يعني هو ماشي بالدراجة بسرعة عالية ما خدش الباله لأن موجود صندوق قمامة معدليه فاستضم بهذا الصندوق يبقى معاز اصطدم بايه؟ بالصندوق ده علامة صحة حول التأثير المتوقع بعد التصادم يعني ايه اللي يحصل بعد التصادم سيتحرك صندوق القمامة ستزداد سرعة الدراجة ستقل سرعة الدراجة طبعا سيتحرك صندوق القمامة بعد التصادم ماذا يحدث للطاقة عند تصادم جسمين؟ ايه اللي يحصل للطاقة؟ لما يبقى فيه جسمين متصادمين عندما يصطدم جسمين أو يرتطم جسمين فإننا نعبر عن ذلك بمصطلح التصادم يبقى ايه هو التصادم؟ لحظة تصادم جسمين بعضهم وبعض أو التحامهما بعنف يعني مثلا على سبيل المثال زي ما احنا شايفين في هذه الصورة واحد بيجري وخبط فيه إشارات المرور عندما يصطدم جسمين مع بعضهما يتبادل الجسمين طاقتهما كما تحدث تحولات للطاقة يعني ايه الكلام دوت؟ ناخد مثال إذا كنت تركض أو تجري في الطريق بدون النظر أمامك أنت بتجري بس مش شاف قدامك فماذا سيحدث إذا استضمت بلوحة إشارة؟ إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هناك احتمالات من ضمن هذه الاحتمالات أول حاجة طبعا احتمال أنك تتوقف عن الحركة إلى الأمام ده أول حاجة الاحتمال الثاني ممكن ترتد للخلف وممكن كمان تتعرض للإصابة كمان ممكن تتأرجح اللافتة يعني اللافتة تتحرك قليلا وتهتز يبقى إذن تحولات الطاقة عند التصادم بتنتقل طاقة الحركة من جسمك إلى لوحة الإشارة وده بيؤدي إلى اهتزازها وينتج عن ذلك طاقة صوتية السؤال ماذا يحدث عند استضام راكب دراجة بعربة خبز؟ يعني واحد راكب دراجة استضام بعربة خبز تنتقل طاقة الحركة من الدراجة إلى العربة والخبز ممكن إلي يحصل تقع العربة ويتبع صر الخبز سين سؤال ده علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارتين القاتيتين رقم واحد عند حدوث تصادم بين الأجسان لا تحدث تحولات للطاقة طبعا إحنا بنقول إيه؟ إن عند التصادم بيحدث تحولات لإيه للطاقة يبقى إذن العبارة خطأ رقم اثنين عند استضام راكب دراجة بلوحة إشارة تزداد طاقة حركة الدراجة يعني عند استضام الدراجة بلوحة إشارة بنلاقي إن الدراجة سرعتها بتزيد أقوله العبارة إيه؟ العبارة خطأ نشاط رقم خمسة مبادئ السرعة فكر يصل أحمد إلى منزل صديقه سليم راكبا دراجته في حوالي عشرين دقيقة بينما يصل إليه عندما يكون راكبا سيارة والده في حوالي خمسين دقيقة أم خمس دقايق طبعا أقوله خمس دقايق ليه؟ لأن السيارة أسرع من الدراجة تعريف السرعة تعتبر السرعة كمية فيزيائية بتشير إلى سرعة تحرك جسم الماء يعني لما الجسم بيتحرك طبعا دي إحنا بنعتبرها إيه؟ بنعتبرها سرعة طيب إذا تحركت مسافة خمسة أمطار إلى الخلف أو إلى الأمام كل ثانية يعني كل ثانية أنت بتمشي خمسة أمطار سواء كان إلى الخلف أو إلى الأمام مش هتفرق ستكون سرعتك خمسة أمطار في الثانية يعني أي أن اتجاه حركة الجسم سواء للأمام أو الخلف لا يؤثر على مقدار السرعة طيب إيه هي المسافة؟ أقول هو البعد بين مكانين يعني مثلا المسافة بينك ما بين الصبورة في الفصل دي اسمها مسافة يبا مكانك أنت ومكان الصبورة يبا إذن هي البعد بين مكانين تقدر المسافة بوحدة قياس على قياس المسافة على وحدة قياس الزمن يعني السرعة بتقدر بإيه؟ أقول له المسافة على الزمن يبا إذن أقدر أحسب سرعة أي حاجة تمام؟ بإيه بالمعادلة دي المسافة على الزمن نقول تاني متر الكل ثانية يعني ميم شرطة ميلة سا اللي هي طبعا ميم يعني متر شرطة ميلة اللي هي لكل سا اللي هي ثانية دي تعتبر من وحدات قياسة السرعة كمان كيلو متر لكل ساعة كاف ميم شرطة ميلة ساعة أو كاف ميم شرطة ميلة سين دي بتشير إلى كيلو متر لكل ساعة يبقى إذن من وحدات قياسة السرعة المتر لكل ساعة أو كيلو متر لكل ساعة يبقى إذن السرعة إيه هي السرعة؟ أقول له المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن وممكن نعين السرعة من خلال العلاقة نقول إيه؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن هناخد مثال المثال قطعت سيارة مسافة 300 كم فيه 3 ساعات احسب السرعة التي تتحرق بها السيارة يبقى إذن المسافة بتساوي 300 كم طب الزمن قد إيه؟ الزمن 3 ساعات يبقى إذن السرعة بتساوي قد إيه؟ أقول له المسافة على الزمن أقول له 300 على الثلاثة بتساوي 100 كيلو متر لكل سنة مقارنة سرعة جسم بسرعة جسم آخر يعني فيه جسمين يعني فيه مثلا بنتين بيجروا بنفس المسافة وهنحسب الزمن قد لمقارنة سرعة جسم بسرعة جسم آخر يجب أن نفسر علاقة بين أول حاجة السرعة والمسافة الحاجة الثانية أقارن بين السرعة والزمن طيب إحنا هندرس العلاقة بين السرعة والمسافة عشان نقارن سرعة جسم بسرعة جسم آخر هنقيس المسافة اللي بيقطعها الجسمين في نفس الفترة الزمنية هنقول إيه قام أحد المدرسين بعمل سباب للجري في حصة الألعاب واللي معرفة من الأسرع اقترح أن يقوم كل تلميذ بالجري لمسافة ديئتين حتى يقوم المدرس بحساب المسافة التي يقطعها كل تلميذ في الجدول التاني مثلا التلميذ عمر قطع مسافة دي 140 متر منا قطعت مسافة 160 متر في ديئتين يبقى إذن الزمن ثابت لكن المسافة هي هي المتغيرة حسن 80 متر في ديئتين جنة 100 متر في ديئتين من الجدول الصابت نستنتك أن الأسرع بينها أولئة التلميذ مين اللي هي منا قطعت مسافة دي 160 متر في ديئتين يبقى إذن الجسم الذي يقطع مسافة أكبر في نفس الفترة الزمنية احنا قلنا كل دولة اللي هو عمر ومنا وحسن وجنة دولة الوقت بتاعهم أو الزمن بتاعهم ديئتين لكن المسافة اللي أطعوهم هما الأربع تمام كل واحد مختلف عن التاني يبقى عشان كده هوت بنقول الجسم الذي يقطع مسافة أكبر في نفس الفترة الزمنية تكون سرعته أكبر يبقى مين الأسرع أسرع واحد فيهم اللي هي من كمان هندرس العلاقة بين السرعة والزمن عشان نعمل مقارنة للمقارنة سرعة جسم بسرعة جسم آخر نشوف مين الأسرع بنحسب الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة لكل الجسمين يعني مثلا المثال في أحد سبقات الجري لمسافة ميت متر يبقى المسافة محسوبة كام ميت متر بس هنعرف حاجة هنعرف الزمن الذي قطعه المتسابقين في الميت متر أعلنت النتائج التالي المتسابق رقم واحد 18 2 24 ثانية المتسابق رقم 3 20 ثانية المتسابق رقم 4 23 ثانية يبقى إذن من الجدول اللي احنا قلناها دلوقتي نستنتج أن الأسرع هو المتسابق رقم كام المتسابق رقم واحد ليه لأن قطع المسافة اللي هي ميت متر في 19 ثانية تمام كده يبقى إذن الجسم الذي يستغرق وقتا أقل لقطع مسافة أكبر تكون سرعته إيه سرعته سين سؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد السرعة تقييز درجة حرارة جسم ما أثناء حركته خلال وحدة الزمن إحنا السرعة طبعا ما بتقسي درجة الحرارة يبقى العبارة إيه العبارة خطأ ثلاثين ثانية بينما وصل مصطفى خلال خمسة وعشرين ثانية مما يعني أنه عمرا هو الفائز أقول العبارة إيه العبارة خطأ لأن طبعا المفروض مصطفى هو الذي قطع مسافة في زمن أقل نشاط رقم 6 تأثير السرعة في التصادم فكر تعلمنا في المفهوم السابق أن سرعة الجسم تتغير بتغير ميل السطح يعني كلما يكون السطح مائل يتحرك الجسم بسرعة أكبر في الصورة المقابلة أي السيارتين تتحرك بسرعة أكبر بعد نزولها من السطح المائل السيارة الحمراء أم السيارة السوداء نركز كده في الصورة طبعا نقول السيارة الحمراء لأن نسبة الميل بتاع السيارة الحمراء أكبر من نسبة الميل بتاع السيارة السوداء تأثير السرعة في التصادم بتعتمد الطاقة الحركية اللي بيمتلكها الجسم على سرعته يعني الطاقة الحركية نفسها بتعتمد على سرعة الجسم كلما زادت سرعة الجسم زادت طاقته الحركية دي طبعا اسمها علاقة تردية العلاقة التردية يعني لما أقول زادة يبتني زادة عندما يصطدم جسم بآخر فهو ينقل إليه بعض من طاقته بمعنى كلما زادت سرعة الجسم زاد مقدار الطاقة التي ينقلها وقد تكون هذه الطاقة في صورة حرارة أو ضوء أو صوت هناخد أمثلة الكرة المطاطية السريعة بتصدر صوتا أعلى عند استضامها بالمضرب مقارنة بالكرة البطيئة يعني لما تكون الكرة السريعة إلي بيحصل بتصدر الكرة صوت عند استضامها به بالمضرب لكن لما تكون الكرة بطيئة بتصدر صوت بس صوت إيه صوت أقل هنعمل مقارنة بسيطة بين الأجسام السريعة والأجسام البطيعة أولا الأجسام السريعة تمتلك طاقة زائدة أي جسم سريع تمام بيمتلك طاقة زائدة عند حدوث التصدم تكون قوتها كبيرة وتسبب خسائر أو أضرار أكبر كمان يمكن لتلك الكوة أن تلحق الضرر بإيه بمصد السيارة لدرجة لا يمكن إصلاحه زي ما احنا شايفين في هذه الصورة ليه كلما تكون السرعة أكبر لما يكون في تصادم مع السيارة مثلا بيكون الضرر إيه ضرر كبير بالنسبة لمقارنة الأجسام البسيطة أولا تمتلك الأجسام البطيئة طاقة أقل غير الأجسام السريعة طاقة حركية عند حدوث التصدم بتكون قوتها أقل وتسبب ضرر بس مقارنة بالأجسام السريعة تكون ضرر إيه الضرر بسيط ماذا يحدث عند زيادة سرعة الأجسام المتحركة لما يكون جسم متحرك زي السيارة مثلا وزودنا السرعة بتاعته نقول طاقة الحركة بتعمل بتزداد وده بينتج عن هذه الطاقة بزل مقدار كبير من القوة في حالة الحوادث يعني لما تحصل حادثة بتكون الأضرار وبتكون الخطورة أكبر ندرس مثال إذا كانت هناك سيارتين تندفعان في اتجاهين متعاكسين يعني اتجاه كده لسيارة والسيارة التانية في اتجاه معاكس عكس بعض الاتنين فإن مقدار الطاقة المهدرة وشدة التصادم لما الاتنين يتصادموا ببعض تمام إيه اللي هيحصل طبعا بتعتمد على سرعة السيارتين وده وده بيؤدي إلى إحداث أضرار خطيرة على السيارتين وعلى اللي ربين فين في السيارتين كمان بيؤدي التصادم إلى حدوث تغير في شكل الأجسام زي ما احنا شايفين في السيارتين دول زي ايه زي عجاج أو تكسير سين سؤال ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة واحد ماذا يحدث عند زيادة سرعة الجسم بالنسبة لطاقة حركته تزداد طاقة حركته أم تقل طاقة حركته طبعا احنا قلنا دي علاقة طردية هنا بيقول ايه زيادة سرعة يبقى يقول له تزداد طاقة طاقة حركته رقم اثنين عند استضام كرة التنسب المضرب يتحول جزء من طاقته الحركية إلى طاقة ضوئية أم صوتية أقول له طاقة ايه طاقة صوتية وبسمع صوت الكرة وهي تضرب فين في المدرب نشاط رقم سبعة البحث العلمي سباك الكرات على السطح المائل في الشكل المقابل عند سقوط الكرتين معا الكرة الحمراء والكرة الزرقاء اي الكرتين تتوقع أن تصل إلى نهاية المنحدر أولا الكرة الحمراء ام الكرة الزرقاء طبعا أقول له الكرة الزرقاء هي التي تصل إلى المنحدر أولا لأن طبعا الكرة الزرقاء المنحدر بتاعها مائل أكثر من الكرة الحمراء هندرس كمان حبيبي العلاقة بين السرعة وطاقة الحركة كل الأجسام المتحركة تمدلك طاقة حركة هل تعتقد أن طاقة الحركة تتوقف على سرعة الجسم عشان نجاوب على السؤال ده هنعمل تجربة طبعا تجربة سباك الكرات الكرات على السطح المائل نركز في التجربة دي الأدوات هنجيب مصطرة مترية وشرائط لاصقة قابلة لإزالة سعة إيقاف شاحنية لعبة أنبوب من الورق المقوى كوب ورقي سعة 360 ملي مقص وعدد من الكتب الخطوات أول حاجة ضع أحد طرفي الأنبوب أعلى الكتب على أن يستقر طرف الأنبوب الآخر على المنددة أو الأرض زي ما احنا شايفين في هذه الصورة أسجل عدد الكتب التي تم استخدامها طبعاً هنا في المنددة الأولى نضع كم كتاب ثلاث كتب وده تعتبر الكتب دي تمثل زاوية السطح المائل هعمل إيه؟ هده حرج الشاحنة إلى أسفل الأنبوب باستضيام سعة الإقاف وسجل الزمن الذي استغرقته الشاحنة للوصول إلى نهاية الأنبوب واضف كتاب آخر يعني بدل ما مثلاً تلت كتب أصبح أربع كتب تمام؟ ليه؟ لزيادة زاوية ميل السطح المائل وأكرر الخطوات وأضف كتاب آخر يبقى خمسة وأكرر الخطوات وهكذا الآن أكرر النشاط مع تغيير درجات الميل ووضع الكوب أسفل نهاية الأنبوب هلاحظ حاجة بزيادة عدد الكتب تزداد سرعة الشاحنة ليه؟ لأننا كده زاوية الميل يبقى تزداد المسافة التي يتحركها الكوب الاستنتاج يبقى إذن بزيادة زاوية ميل السطح تزداد سرعة الشاحنة بزيادة زاوية ميل السطح بزيادة الميل أو زاوية الميل تزداد السرعة وتزداد طاقة الحركة للجسم كمان بترتبط طاقة حركة الجسم بسرعته فيزداد أو تزداد السرعة وتزداد طاقة الحركة والعكس يعني لما تكون طاقة زاوية الميل أقل بنلاقي السرعة أقل كل ما تكون زاوية الميل أكبر بنلاقي أن السرعة بتكون أكبر السرعة وطاقة الحركة تربطهم علاقة ترضية يعني لما يكون طاقة سرعة أكبر نلاقي طاقة الحركة إيه أكبر لما تكون السرعة أقل طاقة الحركة بتكون أقل فيمكن استخدام طاقة الحركة لقياس السرعة والعكس صحيح طردية أكبر من أقل من تزداد رقم واحد طاقة حركة الدراجة نقط طاقة حركة الطائرة أقول له إيه أقل من الدراجة طاقة حركتها أقل من طاقة حركة الطائرة رقم اثنين بزيادة زاوية ميل السطح نقط سرعة الجسم المتحرك عليها احنا قلنا كلما تزداد زاوية ميل السطح كلما تزداد سرعة الجسم المتحرك عليه رقم ثلاثة العلاقة بين السرعة وطاقة الحركة علاقة أقول له علاقة طردية